اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو بديد عن توقعات الابراج لعام 2021 والنهاردة هنكمل سلسلة الابراج والنهاردة هنتكلم عن فاينالي برج الجوزاء الهوائي وهنتكلم عن اهم نصايح وتوقعات وتحذيرات لبرج الجوزاء في سنة 2021 برج الجوزاء سنة 2020 كانت سنة كبيسة بمعنى الكلمة يعني انت وبرج السرطان كنتوا من اكتر الابراج اللي اتعرضتوا لصعوبات كثيرة جدا في السنة وتحديات كبيرة جدا بس انتوا كنتوا قدهوا قدود كان عندكم تحديات عطفية وتحديات مالية وتحديات مهنية وكان عام مليء بالتقلبات للأسف اللي ما كانتش ايجابية برج الجوزاء اثبت في العام ده ان انت قوي وتقدر تستحمل اتعلمت دروس كتير جدا جدا مستفادة دروس على المستوى الشخصي ودروس على المستوى العملي خربت ناس كتير جدا من حياتك وقربت من ناس جديدة يعني فيه ناس بدأت تقرب منك وبدأت تدخل حياتك وناس كتيرة قررت الاستغناء عنها لان الناس دي صدمتك فانت خلاص بتقفل سنة 2020 بكل مشاكلها وداخل على سنة هعتبرها من الاجمل في حياتك سنة لان برج الجوزاء احتمال كبير مش احتمال وان شاء الله بإذن الله هيكون من اكثر الابراج حظا ان ما كانش هو الاكثر حظا على الاطلاق عندكو انفراجات عندكو تقدم عندكو ازدهار عندكو تحقيق احلام عندكو نجاحات كتيرة جدا وتقدم في حياتكو المهنية او حياتكو العاطفية او حياتكو العائلية او حياتكو المادية على المطاق العاطفي في برج الجوزاء والعاطفة السنة دي هتقابل السولميت بتاعك او توقم روحك يا برج الجوزاء لو انت عازب او لو انت منفصل شايفي عندكو حب شايفي عندكو حب جديد او شخص قديم هيرجعلك من الماضي يعني الناس المنفصلين من برج الجوزاء اللي دايما بيسألوني هل انا في شخص جديد داخل حياتي او انا عندي شخص قديم اللي هيبقى قدامك او انت عايز ناس جديدة هيتخل لك ناس جديدة بحياتك لو انت بتفكر في حد قديم كمان رجعلك شخص من الماضي يعني في حب قديم هيرجع لحياتك يا برج الجوزاء وهيبدأ يتواصل معاكو معين انا شايف ان انت مش هممكن ما تديروش فرصة بس عندك صفر كتير جدا جدا يا برج الجوزاء صفر مهم او صفر لتأثير على حياتك وكمان ممكن تقابل شريك حياتك يا برج الجوزاء المقبل او الشخص اللي ممكن يكون مهم في حياتك في هذا الصفر احتبال كبير تقابل شخص مهم في حياتك في الصفر دوت كمان عايز اقول او انصح الناس العزاب من برج الجوزاء لان انت كنت بتعاني من الوحدة برج الجوزاء الناس المنفصلين او الناس السنجل لان عايز اقولك حاول انت بتتخلص من الشعور بالوحدة لان انت هتنتصر على الوحدة وهتلاقي البورتنر بتاعك مشكلة الجوزاء دايما ان هم بيختاروا الناس الصعبة تلمانيل بيختاروا الناس الصعبة لوصول اليهم بيختاروا ان هم مش بيحبوا الحاجات السهلة جوزاء من الابرج اللي بيحب التحدي وبيحب الحاجات الصعبة المليانة صعوبات والتحدي فالجوزاء انت بتختار فعلا الناس الصعبة في حياتك هتكتشف هتفلتر الناس في حياتك في هذا العين هتكتشف مين بيحبك بجد ومين بيستغلك ومين بيستغل أشياء موجودة عندك هتكتشف مين اللي هو الشخص اللي عايز يبقى معاك علشانك أنت ومين الشخص اللي عايز يبقى معاك علشان هو بيستفيد منك فكأنك هتفلتر الناس في حياتك يا جماعة صورة واضحة ولا لا؟ صورة واضحة؟ يا جماعة قولوا لي صورة واضحة ولا لا؟ طيب ممكن تتعرف على أشخاص في خلال سفرك يكون فيه فرصة كبيرة لارتباط بهم ممكن تفكر تتطبط بشخص منش من نفس ديانتك أو مش من نفس جنسيتك أو فيه بعد ما بينك وما بينه في المسافة يعني ممكن تتعرف على أشخاص في السفر أجانب أو غير مش من نفس جنسيتك أو ديانتك وتخصف قصة حب ما بينكم شعري ديسمبر ونوفمبر وسبتمبر وأكتوبر هيبقى فيه تقلبات عاطفية كتير إما يحصل لك ارتباط رسمي أو زواج أو خطوبة أو ممكن يحصل لك انفصال يعني يبقى فيه تقلبات كتيرة جدا جدا أنا شايف أن الجوزاء عايز يكون أسرة عايز يبقى عنده استقرار أسر يعايز تبقى عندك أطفال الناس اللي بتوكر في أطفال أو نفسهم يكون عندهم أطفال عندكم فيه احتمال كبير جدا يكون عندك أطفال عايزاكو يا برج الجوزاء تستمتعوا بفلوسكو يعني أصرفوا استمتعوا بالفلوس اللي انت تتعبوا فيها استمتعوا بالفلوس اللي انتو بتبزلوا مجود قوي جدا فيها اعملوا اللي عليكم عشان انتو من الابراج انا شايف انتو هتبقوا محظوظين جدا في المال ومحظوظين جدا جدا في العمل طيب انا من المجمل شايف ان السنة 2021 بالنسبة للجوزاء هي سنة حلوة سنة سعيدة سنة ازدهار سنة سفر وسنة تقدم سنة ازدهاء شايف ان كل الكواكب بتدعمكم وخصوصا الكواكب المشتري اللي هيكون في البيت التاسع ليكم في برج الدلو شايف انه برضا عندكم انطلاقات كتير يا برج الجوزاء على كل الاصعادة وكل المجالات هتقدر تحقق نجاحات انا عايزاكو بس كونوا منظمين في افكاركو يا برج الجوزاء يعني متهوش في وسط الزحمة لا فكروا انتو عايزين ايه بجد فكروا عايزين توصلوا بايه بجد عشان تقدروا تحققوه لان الجوزاء اللي انت هتفكر فيه واللي انت هتتخيله هو اللي هيحصل فركز في تفكيرك ركز في اهدافك ركز في احلامك عندكو تغيير في العمل للافضل يعني ممكن الجوزاء هذا العام يغير عملكو هتكونوا اكثر طاقة الطاقة بتاعتكو هتتعزز عندكو قدرة اكبر على الابداع هو اصلا الجوزاء مبدع تخيل بلا ما يبقى عندك طاقة اكبر على الابداع تخيلين الابداع يكون عمل ازاي عندكو منصب وترقية يعني الجوزاء اللي بيفكر فيه ترقية او نفسه يحصل على ترقية هيجيلكو ترقية او منصب اكبر هتخلصوا من عقبات في عقبات او في عقبات وفي عوائق بس انتوا هتقدروا تنجحوا تتفوقوا على هذه العوائق ممكن تقدروا كمان يكون عندكو شغلانتين او مشروعين في نفس الوقت يعني ناس اللي بتفكر ان هما شغالين في شغلانتين وعملوا مشروع تاني بشجعكم لان عندكو نجاحات في المشاكل الرجع بتاعتكو حتى لو ليكو حاكتين مع بعض يعني انت ممكن تشتغل شغلانتين ممكن تدرس دراستين ممكن تتجوز اتنين اي حاجة اتنين هتمشي بارالل او هي مشوا متوازين مع بعض وفي نجاحات من الناحيتين شايفة الجوزاء يبقى عنده نضج كده نضج اجتماعي نضج في الشكل نضج في العقل عندك هتكون منطقي اكتر نضج اكتر بكتير جدا جدا هتكون واثق في نفسك يا برج الجوزاء سقطك في نفسك هتزيد اصلا الجوزاء من الناس اللي واثقة في نفسها هتخيلوا سقطك وفي نفسك هتزيد اكتر واكتر هيبقى عندكو زي تقدم شايف عندكو اللي هو انت حاطت حاجة في الماغك وماشي بثبات بس اللي لازم تشتغل يا برج الجوزاء استغل السنة دي هي سنة حظ بالنسبة لك يبقى انت تشتغل عشان تجبر اكتر واكتر كل ما هتشتغل اكتر كل ما هتوصل لمراحل متقدمة اكتر يعني اعمل اللي عليك واسيبي الباقي على ربنا سبحانه وتعالى شكرا انا كده انت احبكم هتكون اكثر جاذبية يا برج الجوزاء هيبقى حواليك اختيارات كتيرة جدا يعني انت هتبقى جذاب اكتر هتتم بشكلك هتتم بجسمك وزي ما قلت هيبقى الخيارات حواليك والأبشنز كتير اوي 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 شايفان عندك اهداف كتير جدا واهداف مهمة جدا جدا هتتحقق حتى نهاية العام هيبقى عندكو نظرة مستقبلية قوية ونظرة مستقبلية قدتلك هكون ناضج اكتر دايما الجوزاء بتلاقيه مشتت هتلاقيه مثلا محتار يعني شايفك منطقي شايفك منظم شايفك عندك نظرة مستقبلية او عندك بلان طويلة المدى شايفان انت في الحب هتقابل شخص بتحلم كنت بتحلم به كنفسك تقابله الشخص ده هيكون من برج هوائي اما برج الدلو اما الجوزاء اما الميزان او برج ناري شايفة اسد شايفة قوس شايفة حمل يعني شريك حياتك هينتمي الى احد هذه الابراج حياتك الرومانسية والعاطفية تبدأ تتشقلب في شهر مايو وشهر مارس وعندك عودة من الماضي في شخصها هجعلك من الماضي وتبقى انت صاحب الابشن او صاحب الخيار ان انت ترجع له او ما ترجع لهوش كمان شايفة ان في شخص يعني شخص انت علاقتك بيه هتتعزز او هتبقى اقوى فيه ناس دخل حياتك جديد ممكن تفكروا تعملوا مشاريع جديدة مع بعض اشخاص جودات في حياتك ممكن تفكروا تعملوا مشاريع جديدة انا شافة انها هتكون مشاريع نجحة جدا عندكو دروس مستفادة كتير جدا جدا في 2021 تعلموا منها عندكو زي ما قلت هتتكرم يا برج الجوزاء يعني اي حد ليه علاقة وبالتكريمات هتتكرم روحانياتك هتزيد هتكون اكثر بصيرة اكثر روحانية العين الثالثة بتاعتك وحاسة ثادثة هتبقى اقوى اشتغل يا برج الجوزاء ابز المجهود والحظ بحالفك انت كل حاجة هتفكر فيها وتشتغل عليها هتنجح فيها فابز المجهود يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل كمان اعايز اقولكو ان 2022 كمان بتبعتكو بسنة سعيدة فانت عندك فرص كتير جدا جدا قدامك استغل كل الفرص وبطل تكاسل وكسل ان الجوزاء احيان بتجيلوا حالة كسل كده رهيبة ما بيعرفش يبطلها عارفين انتم ما بيعرفش يوجفها هو الجوزاء ما بيعرفش يوجف يوقف حالة الكسل لما بتسيطر عليه قولولي يا جماعة القراءة دي بتتطفق معاكو ولا لا وحكولي هل سنة 2020 تحت في التعليقات كانت سنة كبيسة جدا جدا عندكو ولا لا في حد بيقولي انت مالك انا مرهقة تقريبا جدا ما نمتش مبارح كويس وصحية الصبح وعندي حاجات كثيرة قوي لسه مخلصتهاش يعني تقريبا مع ملاينا يمكن عندي تصوير النهار ده في التلفزيون القناة النهار اصلا بكرة تفرج علي على قناة النهار الساعة 4 تقريبا ساعة 4 لقناة النهار الزرق فتصوير عادنا 6 ساعات تصوير فكان كثير قوي يعني بس انا شايفة ان سنة 2021 بتوعيدك بحل اللي مشاكلك العطفية وسنة حب يعني عندك ارتباطات عطفية عندك رجوع حبيب الناس المفاصلة ان عايزين يرجعوا لحبيبهم عندك soulmate هتقابله عندك تكريم تفوق لو انت بتشتغل في مجال مديليا هتاخب مديليا الناس هتسقف لك الناس هتبقى ممسوطة بك يا برج الجوزاء طيب في نهاية مايو او اغسطس عندك نهاية مايو او اغسطس او نيفمبر عندك احداث كثيرة ممكن تخصل في حياتك العطفية زي ما قلت ركزوا في السفر في السفر هتتعرف على شخص هيكون مهم جدا جدا في حياتك يا برج الجوزاء كمان شايفها ان الجوزاء صحتك افضل بكتير عندك استشفاء عندك انطلاق عندك حقوقك هترجع لك يا برج الجوزاء في ناس ممكن تكون ظلمتك ربنا هيرجع لك حقوقك عندك معالف كتير وكون نقشن كتير جدا جدا يا برج الجوزاء في عام 2020 في المجمل هي سنة سعادة سنة حب سنة تقدم سنة ازدهار سنة صفر سنة مليئة بالمفاجئات اللي لازم تستغلها علشان تقدر تنجح اشتغل اعمل عليك فكر باجابية وخليك منظم في افكارك علشان تقدر تصل اللي انت عايزة يعني طبعا يعني ان شاء الله بإذن الله ربنا هيقاله كل كل اهدافكو يا برج الجوزاء هتبقى محب الخير هتبدأ تعمل اعمال الخير هتبدأ يعني تستمتع جدا ممكن ما كنتش في الاول بتهتم بأعمال الخير لا بتهتم بأعمال الخير والشاريتيز وتبقى بتساعد وتاخد منصب اجتماعي قوي يعني في عندك تتقلد منصب اجتماعي او منصق ثقافي قوي جدا كان نفسك فيه وعندك تغيير في العمل للناس اللي عايزة تغير شغلها السنة دي عندك فرصة كبيرة جدا جدا للانتقال وتغيير العمل بشكركم بحبكو وبتنالكو سنة سعيدة مليئة بالحب والنجاح والتقدم والطاقة والانطلاق عشان انتو ناس انرجاتك وبتحبوا الطاقة يا برج الجوزاء تانكيو قولولي ايه الحاجة اللي نفسكوا تحققوها في 2021 والناس المنفصلين عايزين حب جديد ولا عايزين رجوع للشخص اللي انتو بتحبوه قولولي تتفرج علي من فين وقولولي انتو برج ايه تحبوا نتكلم عن توافقات برج عشان هنبتدي سلسلة حلقات توافقات الابراج الابراج اللي اتتفق معاها كل برج ولولي كمان في فيديو انا عملته قبل كده على يوتيوب تخلوا شوفوه اسمه ازاي تقدر تستفز كل برج من الابراج تانكيو بحبكو شكرون تابعوا يا جماعة الفيسبوك بتاعي واليوتيوب تانكيو باي